على مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن القاهرة أرسلت نحو أربعين دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال الشرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين في إطار حزمة تدابير هدفها تعزيز الأمن على حدودها مع القطاع سلام عليكم انتشرت فيديوهات مؤخرة بتقولك أن مصر بتسلح القبائل في سيناء لمواجهة إسرائيل ما حقيقة هذا الأمر؟ وهل مصر تعمل كده وتسلح قبائل سيناء؟ لمواجهة إسرائيل في حالة إن إسرائيل توغلت في رفح أو امتدت الأيد لضرب الأراضي المصرية الحقيقة أن فيه ضربات تلقيتها رفح على مدار الأيام القليلة الماضية ضربات من الجو فيش توغل بري حتى الآن ولكن هناك ضربات من الجو بعضها طال مناطق قريبة جدا من معبر رفح وده بيدق ناقوس الخطر هل عشان كده مصر هتسلح القبائل؟ في سيناء وتحديدا في شمال سيناء لمجابهة إسرائيل؟ الحال الموضوع ده تم إثارته مؤخرا ولكن عايزين نفهم مع بعض القصة والحكاية فيه شخص أو رجل أعمال اسمه إبراهيم الحركاني الراجل ده عليه جوم كبير من بعض الخلايا التبع للإخوان في مصر الراجل ده كان معروف أنه رجل أعمال من سيناء ولو نشاطات البعض صنفها بأنها نشاطات غير مشروعة يعني البعض قال لك الراجل ده كان بيتاجر في المخدرات وقابد على رجال الشرطة في سنة 2008 ولكن عايز أقول لحضرتك أن الراجل ده النهاردة بيقوم بدور كبير جدا في دعم الدولة في سيناء يعني مثلا إبراهيم الأرجاني ده يعتبر هو الرجل أعمال بيقود مسيرة لعملية بناء في سيناء بتشمل عدة مناطق سكنية ومناطق سيحية مش بس كده الراجل أيضا بيمتد عمله ليه أو بيطال عملية دعم وتقديم المساعدات لغزة فالله دور كبير جدا بتعتمد عليه الدولة في أنها بتسير أعمال في هذه المنطقة تحديدا لأنه راجل معروف بأنه دعم للدولة ولكن هتجد أنه محدش بيسلم من التطول وحدش بيسلم من الأزام عشان كده بيتكلموا على نشاط بيقوده هذا الرجل في سيناء لكن الحقيقة حضرات أنه الصور المتدولة هي صور قديمة هناك فعلا مصر سلحة القبائل ولكن سلحة القبائل اتحاد قبائل سيناء والسبب يا حضرات أنه تجابه الإرهاب في سيناء اتحاد قبائل سيناء كان له دور كبير جدا في عملية دعم القوات المسلحة داخل سيناء وفعلا كان في عمليات مشتركة ما بين الجيش وما بين اتحاد القبائل اللي بيشمل عدة قبائل منها السواركة منها رميلات منها قبائل أخرى بدون ذكر الاسم الاتحاد ده كان يعتبر سابورتينج للجيش المصري فيه انه بيرشد على الاماكن وانه بيساعد فيه معرفة بالزبط اماكن تمركز هذه العناصر وبعد انضمام الاتحاد القبائل للجيش المصري في العملية الشاملة سيناء 2018 وما بعدها تغيرت العملية بشكل كبير جدا ويدر الجيش المصري انه يبسط مزيد من النفوذ على سيناء لدرجة ان انت النهاردة تضع طول حرفيا سيناء خلية من اي عنصر يمثل تهديد للامن القومي للبلاد عشان كده بتجد انه هناك بعض الفيديوهات بتخرج يقولك ان مصر هتستخدم هذين عناصر لمجامعة اسرائيل والحقيقة عايزة اقول لحضرتك ان الموضوع ده عاري تماما عن الصحة اللي يفهم سياسة الدولة المصرية هيعرف ان دي سياسة لا تدعم اي ميليشيات او جماعات داخل الوطن هي سياسة بتدعم لقوة واحدة هي ان الدولة يكون لها قوة حمية واحدة هتقولي طيب ما هم عملوا قوات من القبائل دعمت الجيش في حربه ضد الارهاب هقول لحضرتك انه بعد فورا ما انتهت العملية تم تفكيك هذه القوات قوات اتحاد قبائل سيناء ده يمكن كمان الصفحة تقفت او تم ايقاف نشر اي اخبار على هذه الصفحة من وقتها فعشان كده مصر بتعرف مدى خطورة ان يكون عندك قوات غير نظامية او قوات باراملتري شبع اسكرية موجودة على الارض مصر تدرك جدا خطورة هذا الامر ايا كانت هذه القوات منين وفين وايا كان وجود هذه القوات وتمركزها عشان كده بقول لحضرتك لا يمكن اطلاقا ان مصر تنشئ قوات شبه نظامية لمحاربة جيش نظامي زي الجيش الاسرائيلي احنا هنا ما نتكلمش على المقاومة الشعبية او العملية الفدائية قديما نظام الحروب النهاردة مختلف ونظام التكنولوجيا العسكرية في هذه الحروب مختلف جدا يعني اسرائيليهم هتحربك مش هتحربك باستخدام مثلا ناس معهم سلاح آلي او بندقية على ايدهم لا دي هتحربك بمسايرات مو بسواريخ والكلام ده مش موجود غير مع الجيش المصري فقط مش موجود مع يعني رجال التحاد قبال سيناء مثلا فعش كده هتجد ان الحرب النهاردة لها اساليب اخرى سواء حرب عسكرية او حتى حرب جيل رابع وخامس تكنولوجية فالموضوع لا يمكن انك تقول ان مصر هتستخدم قوات شبه نظامية للتحرك عسكريا على الارض في سيناء الحاجة التانية خلاص مصر بسط السيطرة والنفوز ومعنى بسط السيطرة والنفوز يعني لا يمكن للكوات المسلحة انها تدعم وجود قوة اخرى لانها لو دعمت وجود قوة اخرى فده بيعني انها غير قادرة على بسط السيطرة والنفوز والحمد لله النهاردة الوضع كله تحت السيطرة من خلال الايام الاخيرة لاحزنا ان في فيديوهات منتشرة على سوشيال ميديا لتحركات قوات مصرية على الارض في اتجاه الحدود ما حقيقة هذه الفيديوهات فعلا دي فيديوهات حقيقية وصحيحة بل انه رصدت مش بس يعني فيديوهات لتحركات القوات ولا لسيارات تابعة للجيش او مدرعات ولا فقط لدبابة دي كمان البعض تحدث زي سينان عن وجود طائرات هليكوبتر كانت بتحوم على الحدود المصرية مع الاراضي المحتلة فمصر هنا بتعزز التمركز والتموضع العسكري في سيناء بقوات وبعمل ايضا على الارض سواء في انشاء اسلاك او تعزيز امن الحدود لحماية حدودها من اي تهديد محتمل من هذه المنطقة ربنا احفظ مصر بشكركوا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى